الدرس الثامن من سلسل التعليم النشأ الصغير الفقه الميسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه هل يجوز أن أقول نويت أن أتوضأ بالماء الطهور؟ لا يجوز أن تقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي أو نويت أن أصوم أو ما أشبه ذلك إنما النية محلها في القلب فيأتي المرء إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي ويقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفي ما حكم التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية بدعة والجهر بها أشد في الإثم لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفاه وهو القائل عز وجل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم هل يجوز أن أغسل الرجلين قبل اليدين؟ لا يجوز لأنه لا بد من الترتيب في الوضوء إذا غسلت وجهي ويدي ثم ذهبت لأرد على الهاتف ثم رجعت فمسحت رأسي مع أذني فهل يصح وضوئي؟ لا يجوز هذا الوضوء لأنه لا بد من الموالات بين غسل جميع الأعضاء يشرع للمتوضأ أن يسمي الله في أول الوضوء ويبدأ باليمنى قبل اليسرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله إذا توضأتم فبدأوا بمياملكم سطر العورة ليس شرطا في صحة الوضوء مسح الرأس على الصحيحي مرة واحدة لا يشرع مسح العنق وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط كما دل على ذلك الكتاب والسنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا من الأخطاء ما نراه من بعض الناس غسل الزراع إلى المرفق بدون الكف وهذا خطأ يفسد الوضوء غسل اليدين يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم في صحيحه وزاد الترمذي بإسناد صحيح اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وصحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه أحمد